بيتت بيلا واحدة بس النهاردة عاملين يا جماعة أربع أصناق من الفراخ اللي لازم تجربوهم الفراخ المشوية على كيف كيفك والكوردن بلو النهاردة المشوي مش البني وعاملين الفراخ النهاردة المخلية اللي محشية رزه وبسل أنا هربت عالجمال وصنيت بطاطس بالفراخ أو عوشك وهستخدم فراخ وطنية لطول عمر باستخدمها بصراحة جميلة جدا ومفهاش ريحت الزفارة وفل شمعة من وراء وفي نفس الوقت كمان عندهم معلومة مهمة لازم تعرفيها يجمدوا الفراخ بالها يا جماعة بيش بالمية عشان تحافظ على الفيتامينات بتاعتها وتفضل معاك زي الفل وطعمها حلوة قوي بجيب عندي أول حاجة الفراخ بغسلة طبعا غسلة كويسة بالملح واللمون والخل وبالمقص بابدأ اللي أنا شيء منها سلسلة متاعة الظهر بالطريقة اللي انت شفتوها دي وبعد كده نقوم حطين عندنا كيسه بالمبط نكسر اللحم جوه العظم نفسه عشان تطلع زي تاكا بالزبط وتوقع ما شوية زي الفل وأهم حاجة انشاراتها بالسكينة كده وبعد كده تعالوا نعمل التدبيلة اللي هنعملها للأربع أصناف بتاعنا نديها بصل هور البصل هل طبخوا سنينو وزي هنونت شايفينها هو دم معنا كتير وحطينا بصل كتير مبشور وطماطم مبشورة وملح وفلفل كتير وبهارات حلوة كده وشوية من الزيت الدرق أو زيت الزيتون ومعلقتين كبار من السياسوس ونقلب التدبيلة دي خطيرة جدا ونبدأ ناخد التدبيلة نحطها على الفراغ من الضهر ومن الوش ونسبها في التلاجة لمدة 12 ساعة وأحلى شوية فاح ما عندك ماشا على الشقوية ونحط الفراغ دي بالزبط نص ساعة هتلاقي الفراغ عندك دايبة دول وربع ساعة كده على الوش ده وربع ساعة على الوش ده مزاج المزاج لحد ما تبدأ اللي هاتستوه معاكي وتطلع بص التعليم عامل ازاي بقى عشان بقى لك في التدبيلة بقى ل 12 ساعة ونطلع الفراغ بص ما شاء الله فكة من بعضيها ونحطها وبالهنة والشقة ويلا بينا نخش على تاني صنفه بنفس التدبيلة هجيب فرخة من وطنية وانتو عارفين طبعا البراندي ده سعودي بقى له سنين طبعا موجود وهم اللي بيربوا الكتكوت نفسه على فكرة فالفراخ عندهم محترمة جدا ونبدأ نخلي الفرخة دقيقة بعد ما غسلناها كويس جدا نخليها من العظم بص ازاي بقى السكينة بتبقى حمية باشين القافص صدري وبعد كده بابدأ اشيل عندي العظم اللي بيبقى فيه الدمابيس نفسه وبعد كده نقوم بتدبيلينها التدبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاول من الوش ومن الظهر شوية جزر على بسلة على رزة على شوية من البهرات والبصل بشوحهم على النار ونبدأ ناخدهم ونحطهم في الحشوة واللي فعل لفت تمام وبعد كانهم حطينا عندنا التدبيلة اللي احنا عملناها في الاول عليها من فوق ونسيبها في التلاجة شوية وبعد كان قم طلعينها حطينا في فويل وستريتش ونقوم لفينها وضغطينها وتعمل شكل استواني بالزبط زي اللي انتو شايفينه ده وندغطها ضغطة حلوة وعلى مية سخنة على طول ساعة على ربع بالزبط ونطلع يا باشا الفراخ بصي ما شاء الله عامل ازاي هتلاقي مسكة نفسها وزي البول في معلقتين اتنين زلدة وزيد ونبدأ نحمرها لحد ما تاخد اللون الدهبي ده وتفرجي لزم اقشر يا باشا بالهنا والشفا الفكرة التالتة بنفس التدبيلة بجيب عندي الفرخة ديها سمها لاتنين هاخد منها الصدور الفراغ بالشكل راح دي كده شايفها بص يا باشا بقى بقولك ايه ده كاتر هوت في تطلع الصدور ما تقلقيش طلعنا السدرين وبقيت الفرخة ديها هنعملها بالبطاطس هطلع اول حاجة السدر ده ونبقى غسلينه كواس جدا مشاطفينه طبعا بالخلي واللمون وبعد كده نقوم واخدينها ونبدأ بسكينة حامية كده هوت ونبدأ نفتحها فتحها بالشكل ده حلو الكلام اجيب كيس او ستريتش ونبدأ نبططها بالراحة جدا بالمبط اللي هو السادة ونديها التدبيلة اللي احنا عملناها برضو اجيب عندي روزبيف جبنا تشيدر والروزبيف وبعد كده نقفلينها زي الظرف كده بالظبط شايفها سهلة جدا بعد كده بتقومي لفة الستريتش عليها ونتأكد ان ياخد التدبيلة من كل حت نلف الستريتش بالشكل ده بالراحة 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 وهوب ننازم نبططها كده بقدينا تبقى زي البرجر ونسيبها في التلاجة لمدة ساعتين اتنين بعد كده بنقوم وطلعينها من الفريزر ونقوم فكينها وهوب يا باشا في معلقتين اتنين زبدة ونبدأ نشوح عندنا احلى كلام بصي حاجة من الاخر هتكليها هتتبسط بيها جدا جدا وبقية الفرخة اللي احنا خدنا منها السيدرين طلعناها منها ست قطع كده وحطينا التدبيلة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عملنا بيها التدبيلة التانية والتالتة وحطينا بصل وبطاطس وتماطم وكسبرة مفرومة وحطينا شوية تدبيلة ومعلقتين اتنين من صلصة طماطم وشوية مية صغرين وقلبنا الكلام ده كله مع بعضه وعلى الفرن يا باشا نص ساعة ونطلع احلى صانية بطاطس بالفراخ واكتبونا تحت في الكومنتات ايه اكتر طريقة عجبتكم واكيد بقى مش هنعد الموضوع ده بالسهل لا ده فيه تلات كومنتات ان شاء الله او تلات فائزين هيفوزوا بتلات بوكسات خاصة من وطنية كل منتجات وطنية ان شاء الله هتبقى عندهم هتوصلوهم لحد باب البيت كل اللي عليكم بس تعملوا منشن واتتابعوا صفحتهم على الانستجرام والفيسبوك وهنوصلوهم الحاجة لحد باب البيت شوفكم على خير وقلوا لي اكتر وصف عجبتكم سلام عليكم